واستمررا لموجة الامطار والفيضانات حيث اعلن مسؤولنا باكستانيون اجلاء نحو مئة الف شخص من قرى شهدت فيضانات في ولاية بنجاب الباكستانية بعدما افرغت الهند الاف الامتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين الاحد وقال الناطق باسم اجهزة الطوارئ في بنجاب فاروق احمد انهم انقذوا مئة الف شخص ونقلوهم الى اماكن اكثر امانا بعد ان غمرت المياه مئة القرى في الولايات الوقعة وسط البلاد ولا انباع ضحايا الى الان وادمرت الفيضانات الاف الفندانات من اراضي المحاصيل عندما فاض نهر ستليج الاحد الماضي في حين عملت اجهزة الطوارئ على نقل السكان والماشية الى اماكن مرتفعة وحضرت وكالة ادارة الكوارث الباكستانية من ان الامطار الموسمية المتوقعة يمكن ان تزيد من حدة الفيضانات في الايام المقبلة ولا تزال باكستان تحاول التعافي بعد الفيضانات المدمرة التي اغرقت ثلث البلاد تقریبا العام الماضي وقتلت ما يزيد على الف شخص واثرت على اكثر من ثلاثة وثلاثين مليون شخص دو چار دن سے پانی اصلاب آیا اور ہمارے گار سارے ڈوب گئے تھے ہم بڑی مشکل سے پیدل چال کے ادر آئیں روزانہ کے بنیاد بے چوتھا دن ہے تقریبا دس ہزار کے قریب بندوں کے ہم ناشتہ دوپیر کے کھانا اور راعت کے کھانا ان کو دے رہے ہیں